سيد الرئيس ودي أصدق أنها الحكومة قادرة أنها تستمر وتصمد وتقدر تنفذ هذا البرنامج لكن واقع الحال يقول لا الحكومة ما كملت الشهرين حتى الآن بدأ فيها التصدع والتفكك والاستقالات والاختلافات سيد الرئيس برنامج الحكومة لم يتطرق الأساس المشكلة التي تعاني منها الكويت منذ عشر سنوات وحتى الآن مشكلة الكويت هي عدم الاستقرار السياسي اللي أول من دفع ثمنه رئيس مجلس الوزراء نفسه حين من عشر سنوات ما في حكومة استمرت ولا فيه مجلس استمر وعاش المجلس والحكومة في دوامة الحل والإبطال لفترات لفترات مو معقولة وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف خلال سنوات قليلة شكل كم حكومة ما صمد منها حكومة تكمل سنة ليش؟ معناه فيه مشكلة عندنا مشكلتنا عدم الاستقرار السياسي مشكلتنا فيه مشكلة كبيرة الكل يشوفها والكل يعاني منها والكل يدفع ثمن نتائجها والحكومة مع الأسف تجيب برنامج تتفرق فقط لفرض الرسوم والضرائب وتلقي زيادة رواتب تلقي زيادة متقاعدين تلقي أي شيء يتعلق في الجانب الشعبي وتنسى أس المشكلة وهو عدم الاستقرار السياسي كم حكومة شكل الشيخ أحمد النواف كم برنامج عمل قدمت كم برنامج عمل نوقش ولم يستمر منها شيء كم حكومة قدمها صباح الخالد وكم برنامج عمل قدم وكم برنامج عمل نوقش وما صار منها شيء وكم حكومة قدمها جابر المبارك وكم برنامج عمل قدم وكم برنامج عمل نوقش وما سوي منها شيء هذه المشاكل ما تستدعي أن الحكومة توقف عند هذه المشكلة وتقدم حل لمشكلة الاستقرار السياسي البرنامج الحكومة من بدايته لنهايته ما فيه أي إشارة لغضية الإصلاح السياسي أبداً ولم يتطرقوا ولم يطرحوا حلول المشكلة عدم الاستقرار اللي قاعدة البلد والشعب يدفع ثمنه والحكومة نفسها والوزراء اللي يجون مجتهدين ويبي يشتغلون يدفعون ثمنه وطوابير الكويتيين اللي تقف بالانتخابات في الحر وبالشمس والمطر قاعد يدفعون ثمنه هذا كله ما حرك في الحكومة ساكن علشان تجي تقدم حل هذه المشكلة اللي تعاني منها البلد لنا من أكثر من 10 سنين لذلك سيد الرئيس هذه الأمور يجب أن نقف عندها كمجلس هذا المشروع اللي مقدمتها الحكومة برنامج عمل الحكومة أنا أقول له يا سمو الرئيس هذا مشروع عزمة لأنك قدمت ما يجب تأخيره على ما يجب تقديمه حذفتوا ما يتعلق بالمواطن وبالشعب للأخير وقدمتوا ما يتعلق في مؤصلاحات في خلق مشكلة لما تييني في الدين العام ولما تيجي في فرض رسوم وتنسى أمور مفصلية في الإسكان والتعليم والمتقاعدين والرواتب وقلاء الأسعار والتضخم ولا كأن البلد فيها أي مشكلة من هذه المشاكل هذه لذلك سيد الرئيس أنا أهيب برئيس مجلس الوزراء أن يعيد النظر في هذا البرنامج وأن يعيد النظر في طريقة عملهم كحكومة الأسلوب هذا ما يمشي ولا رايح يصلح بلد الأسلوب هذا رايح يوقفنا ويخلينا نتراجع مثل ما تراجعنا بالسابق لذلك أؤكد مرة أخرى سيد الرئيس يا سمو الرئيس عد حساباتك من جديد كفاك أنك ما أعطيت فرصة في أي حكومة حتى تكمل سنة هذا الوضع معلم نحن نشوف نيتك الصادقة في أنك تبي تشتغل وتبي تصلح لكن قد يكون الاختيارات قلط قد يكون السياسة قلط قد يكون التوجيه قلط حتما فيه شيء قلط كبير مع العسى في الحكومة لم تتطرق